بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم في المرسلين توقفنا في اللقاء السابق عن خصائص الفروك الفردية ونتناولنا أول خاصية اللي هي مدى الفروك الفردي اليوم بنتناول الخواص الأخرى للفروك الفردية أو تاني خاصية لها معدل ثبات الفروك الفردي طبعا الفروك الفردية لا تثبت في جميع الصفات بنفس الدرك تتغير عبر الزمن في فروق بتثبت عند مرحلة المراهقة في فروق تثبت بعد فترة طويلة إذن معدل الثبات يختلف من صفة إلى أخر أكثر الفروك ثباتا هي الفروك العقلية المعرفية الجانب العقل المعرفي أكثر الفروك تغيرا تتعلق بسمات الشخصية الخاصية الثالثة للفروك الفردية التنظيم الهرمي التنظيم الهرمي معناها أن السمات الأقل عمومية فالأقل دي اللي بنجدها في كمة الهرم نفي التنظيم للفروك الفردية يتضمن في كمته السمات للصفات العامة اللي بشترك فيها الأفراد ثم الصفات الأقل العمومية في الأقل وهكذا بحيث أن نحن نقدر نميز بين الأفراد في وجود تنظيم هرمي لهذه الصفة أيضا لو نحن شفنا الشكل دون الخاص بالتنظيم الهرم هنجد القدرات اللي هي الكبرى والقدرات زي الذكاء نجدها في أعلى الهرم القدرات المركبة والقدرات الأولية والقدرات الخاصة نجدها في أسفل الهرم وده طبعا شكل يوضح لنا تنظيم الهرمي للصفة تبنيجي لتوزيع الفروق الفردي عندنا الفروق الفردية طبعا زي ما اتفقنا هي فروق في الدرجة أي فروق كمية كلنا نمتلك الصفة والفرق بيننا وبين بعضنا البعض في مدى امتلاك هذه الصفة ولذلك لإجابة عن هذا التساؤل البحث والدراسات أشرت إلى أن الفروق في أي سمة من السمات تتبع التوزيع محدد بين أفراد المجموعة الواحدة وكده يبنتهينا من محاضرة اليوم تناولنا فيها الفروق الفردية وخصائصها التي هي توزيع الفروق الفردية وغيره إن شاء الله المحاضرة القادمة نتناول ما العوامل المؤثرة في الفروق الفردية أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر